أكد عضو مجلس محافظة كاركوك أحمد رمزي أن أعضاء المجلس لا علم لهم ولم يتم التوصل معهم لعقد أي جلسة جديدة فيما لفت إلى أن رئيس الوزراء لم يحدد أو يبلغ الكتلة السياسية بعقد اجتماع جديد يضم أعضاء المجلس والكتلة السياسية رمزي وفي تصريحات صحفية أوضح أنه بعد رفع جلسة الخميس الماضي لم يتم الاتفاق حتى الآن على توزيع المناصب التي تشمل إدارة محافظة كاركوك ومجلسها وباقي المناصب بسبب عدم وجود أي مباحثات أو حوارات أو لقاءات بين الكتلة السياسية